بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءه ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ولريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمتن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحزنون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقط مؤال فرعون ليكون لهم عدو ووو وحزنها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدهم وهم لا يشعون وأصبح فواد أم موسى فارغا كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل دلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصفون فرد لناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استغنصره بلمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أنراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من قص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يتمرون بك ليقتلوك فاخرج مني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توده تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسعون ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحباهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحباهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي لمين قال إني أريد أنكحك إحبابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار فلما أتاها نودي من شاطئ الواد ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا لقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخفنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضموا إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئي إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي آرون وأفصح مني لسانا فأرسلوا معي رد يصدقني إني أخاف أن يكذبوني قال سنشفض عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا لولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا آمان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأبو من الكاذبين واستكبروا وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنه إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنتهم ويوم القيامة هم من المقضوحين ولقد يتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكرون لولا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشانا قونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تذكروا عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما داءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله وأهدا من ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلمن ما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يتون أجرأ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبا إليه ثمرات كل شيء رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفموعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرانا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوا فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لونهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم لمنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المسلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هم له الحمد في الأولى والآخرة ولهم حكم وإليه ترجعون قل رهيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدن إلى يوم القيامة من الله غير الله ياتيكم بغيائنا فلا تسمعون قل رهيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدن إلى يوم القيامة من الله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنه ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنؤب العصبة أولي القوة إذ قال له قول لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلمن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويكهن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدد لولا أمن الله علينا لخسف بناه ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادك قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت تره أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصفظنك عن آيات الله بعد إذ موزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا ودهة له الحكم وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر